مرحبا حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر ما فيه شك ان مصر هي البوابة الاهمة فيما يتعلق بالتعاون بين قرتي افريقيا واوروبا ده مش من منطلق موقع مصر جغرافي فقط لكن من خلال الدور اللي ادرت الادارة المصرية اللي هي تعظمه خلال الفترة اللي فاتت من بناء الشراكة الافريقية الاوروبية بالتأكيد المفاهيم دي هتنعكس من خلال مشاركة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الاوروبية الافريقية اللي هتنعقد على مضار يومين بداية من اليوم في العاصمة بروكسل للحديث اكثر عن مشاركة السيد الرئيس في هذه القمة معنا في الستوديو الاستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الخارجية صباح الخير يا سوز جمال صباح الخير على حضراتكم وسعيد جدا انا معاكم وصباح الخير يا مصر وسعيد جدا انا في القناة الاوروبية يعني سوز جمال قبل بنتكلم على القمة اللي هتنعقد النهاردة يمكن احنا شفنا مشاركة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأ من امس تحديدا باستقبال ملك فليبلي ملك يعني بلجيكا وشفنا ايضا لقاءه مع عدد من الشركات شايف اللقاء دي بتمثل ايه بالنسبة للعلاقات المصرية البلجيكية؟ طيب العلاقات المصرية البلجيكية في الحقيقة علاقات تاريخية بنتكلم على اكتر من مئة سنة علاقات وفي الحقيقة ان تعاون على صعيد العلاقات الاقتصادية او حتى الثقافية بنتكلم على اقدم البعثات الاثارية موجودة في الداخل المصري ربما منذ مئة عام وبالتالي هناك علاقات وطيدة ولكن بعد عام 2014 ضمن الحراك المصري في القرى الاوروبية ايضا كان هناك اهتمام من الدولة المصرية بدعم العلاقات المصرية البلجيكية ده نعكس على التبادل التجاري ما بين الدولتين بنتكلم على ما يقرب من مليار ونصف المليار يورو بنتكلم ايضا على تعاون في افاق جديدة وايضا فتح لي افاق تعاون جديدة وده هنلاقيه باين في اهتمام القيادة السياسية المصرية متمثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في عقد اجتماعات مع شركات لها علاقة بمجالات لها علاقة بانتاج الهيدروجين الأخدر الطاقة النظيفة حماية الشواطئ ايضا طبعا الصناعات الدفاعية تلات مجالات رئيسية انا اعتقد ان هي خطوات جديدة في التعاون المصري البلجيكي وبالمناسبة يمكن تتوقع مع قمة المناخ اللي هتنعقد أيضا ده طبعا نقطة مهمة جدا يمكن عشان دايما احنا بنقول احنا عملنا بنية تحتية قوية جدا في مصر وكان الناس بيسأل ليه عندنا فقط في انتاج الكهرباء يمكن الهيدروجين الأخدر لو لا هذا الفقط في انتاج الكهرباء الآن ما كانت مصر لا تتحدث عن انتاج الهيدروجين الأخدر لانه بيستلك كمية كبيرة من الكهرباء في الانتاج وبالتالي كل ما حققته مصر من تنمية في الداخل في 8 سنوات الماضية بيؤهل مصر الآن لفتح أفاق في التعاون مش بس مع بلجيكا مع كل شركاء الدولين والإقليمين أيضا بلجيكا دولة مهمة جدا ولديها تجارب رائعة في فكرة اللوجستيات وإدارة الموانئ والتكريك وغيرها من الأمور وطبعا نتكلم على مصر لديها الآن طفرة كبيرة جدا في إنشاء الموانئ وبنشوف قناة السويس كيف أنها الآن أصبحت بالزبط وأيضا بنمد هذه التجارب أو بنمد بهذه التجارب المهمة جدا إلى الدول الأفريقية منذ أيام قليلة كنا نتكلم على جيبوتي وزيارة رئيس جيبوتي إلى مصر وأيضا التعاون في منطقة لجيستية مصرية في جيبوتي إذن مصر مش بس تتعاون من خلال يعني علاقاتها الثنائية لنفسها ولكن أيضا هذه الخبرات بتمر عبر البوابة المصرية يمكن زي ما حركت تفضلت في أول اللقاء بالفعل مصر هي حلقة الوصل الأقوى ومصر بالفعل استطاعت أن تفيد القرر الأفريقية بهذه العلاقات السنائية يعني جودة العلاقات المصرية مع بلجيك استطاعت أن تفيدها مباشرة أو حتى عن طريقة دي المحافل بالزبط يعني مصر الوقت لما يبقى لنظرها خبرات مهمة مع الشريك البلجيكي في مجالات الموانئ واللجيستيات وحماية الشواطئ بالتأكيد هذه الخبرات أصبحت الآن متوفرة للشركاء الأفارقة بالتبعية إذن نحن نتحدث عن علاقات متينة وهذه الأفاق الجديدة يعني أعتقد أنها مهمة جدا أيضا فكرة حرص السيد الرئيس على لقاء رؤساء ومدير الشركات البلجيكية لاحظنا أيضا السنة اللي فاتت السنة اللي فاتت أيضا كان فيه استقبال من قبل القادة السياسية المصرية لعدد من رؤساء ومدير الشركات البلجيكية إذن الأمر ليس وليد اللحظة ولكن هناك إرادة سياسية يعني سعية لدعم هذا المصار في التعاون بين مصر وبلجيك وأنا أعتقد المشاورات من العام الماضي حتى هذا العام سوف تسفر عن نتائج إيجابية جدا سواء في مجال الصناعات الدفاعية سواء فيما يتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخدر أو حتى فيما يتعلق بإحماية الشواطئ وهنا أيضا أضفت نقطة مهمة جدا لأننا طبعا الرؤساء القادمين لكوب سالة عشرين أو المؤتمر الإطاري للأمم المتحدة للتغيرات المناخية وبالتالي أيضا أن نقدم أو تقدم مصر نفسها كنموذج أفريقي وعربي يعني استطاع أن يحقق الكثير من النجاحات على مستوى يعني معالجة قضية المناخ ده مهم جدا حتى قبل أن نرأس المؤتمر لا تعودنا من الدولة المصرية مصر دايما بتقدم نفسها كنموذج وكتجربة رائدة ده حصل حتى مع رئيسة مصر لتحضر أفريقي مصر كانت بالفعل قبل وراء تجربتها وأيضا هذا حدث بدأت بنفسها يعني واهتمت حتى لما تحدث سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قضية تغير المناخ لم يتحدث عن مصر فقط وما قدمته مصر إنما كان يتحدث عن التمويل كمان للقرى الأفريقية لأنها تعاني جراء ما تسببت فيه الدول الصناعية الكبرى بالزبط دي نقطة مهمة جدا يعني لأن بالفعل مصر دائما بتتحدث عن العدالة العدالة للقرى الأفريقية سواء كانت فيما يتعلق به يعني تحمل تبعات تغير المناخية أو حتى في جائحة كورونا وجدنا مصر تتحدث عن العدالة في توزيع اللقاحات وأيضا تصنحها داخل القرى الأفريقية أيضا رأينا السيد الرئيس يتحدث عن فكرة العدالة في توزيع تبعات التغير المناخية من غير المعقول أن تتحمل دول في طور النمو ويعني هي لسه تسعى لي تحقيق طفرة اقتصادية لأن تغلق المصانع وتغلق كافة أبواب التنمية في مقابل أن دول كبيرة والدول الصناعية حققت طفرة كبيرة جدا وانبعاثات الدول الأفريقية أساسا انبعاثات يعني أنت كاد لا تذكر من طبعا الانبعاثات الحرارية وبالتالي هنا يجب أن يكون عدالة والعدالة هنا مش بس في فكرة أننا أقدر أن أصنع بالشكل التقليدي ولكن الجنب الأوروبي ومن خلال هذه القمة وده أمر مطروح في هذه القمة وده يمكن من أحد العنوين البارزة في هذه القمة فكرة مساعدة الدول الأفريقية في فكرة توطين التكنولوجي وإنتاج الطاقات النظيفة والتنمية المستدامة بما يخدم تطلعات القرار الأفريقية بس السؤال هنا تحديدا يا أستاذ جمال أنه ماذا تتحدث عنه إيه الاستفادة اللي ممكن تقدمها القرار الأفريقية للقرار الأوروبية لماذا قد تساعد الدول الأوروبية أفريقيا ده سؤال ذكي جدا ومهم لأن القرار الأفريقية سوء كبير جدا سوء استهلاكي ضخم لما أقول حريك أن حجم التبادل التجاري ما بين القرار الأفريقية والأتحاد الأوروبي 235 مليار يورو طبعا أغلبهم صادرات من الأتحاد الأوروبي للسوء الاستهلاكي لأكتر من مليار نسمة وبالتالي ده سوء كبير جدا وطوال الوقت بيستقبل منتجات للأسف استهلاكية من الجانب الأوروبي أيضا سنبدأ الخامنة في سابط تطلع من أفريقيا ده اللي أنا بقى عاوز أقول له حضرتك عاوزين بقى نحول هذا النمط الاستهلاكي إلى نمط انتاجي وتبادل تجاري فيه ميزان تجاري معتدل قدر الصادرات على قدر الواردات وبالتالي الجانب الأوروبي يرى أن ده سوء مهم جدا ودعمه سواء أمنيا أو حتى فيما يتعلق بالتنمية المستدامة مهم جدا ولكن عناصر التنمية في القرى الأفريقية كانت غائبة يمكن هنا الرؤية المصرية كانت حاضرة ويمكن عشان كده رئيسة مصر للتحاد الأفريقية كانت نقطة فاصلة في رؤية الغرب للقرى الأفريقية وهذه بقى ليست يعني شفونية عشان احنا مصريين أو استعراض يعني لأننا مصريين ولكن ده حصل بالفعل نقطة مصرية كمان في علاقة مصر بدول القرى الأفريقية ككل بالضبط ولكن اللي نحاوز أوضحه هنا يا أسف زحمة حاجة مهمة جدا أن مصر خلال الأساتي الاتحاد الأفريقي وضحت الرؤية الحقيقية لنمط الاستفادة من الاستثمارات الأوروبية عشان كده حتى في القمة الألمانية الأفريقية أو قمة عفوا الشراكة مع مجموعة العشرين بعدها وجدنا ألمانيا بتعمل صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى الأفريقية ده ما كانش موجود قبل كده لأن مصر بتدتكلم على المكسب المشترك مصر بتدتكلم على دعم البنية التحتية في القرى الأفريقية بتدتكلم على أحلام وطموحات الشباب الأفريقي وحقه في التنمية المستدامة وبتدتكلم على أيضا مصهرات جديدة لتعاون مع الشركاء سواء كانوا الأوروبيين أو حتى الغربيين وشارقيين وعشان كده وجدنا السيد الرئيس كان حاضرا في قمة الصين أفريقية اليابان أفريقيا ألمانيا أفريقيا إنجلترا أفريقيا أي محفل كانت أفريقيا تذكر فيه كانت القادة السياسية المصرية موجودة بهذه الرؤية التي تريد العدلة للقرى الأفريقية وعشان كده الجانب الأوروبي بيهم مجامد جدا الآن أن يكون هناك أمان واستقرار عشان كده بنكلم على أكتر من عشر باعثات أمنية موجودة بالفعل في القرى الأفريقية نعم هم موازعين في منطقة السحل والصحراء والقرن الأفريقي ولكن أيضا الجانب الأوروبي عليه أن يساعد القرى الأفريقية أمنيا بشكل بعيد عن إصراع النفوذ الدولي بشكل مخلص بشكل شريف ومؤمن بالقضايا الأفريقية لأن الأمن والاستقرار جزء لا يتجزأ أيضا من الترمية نحن نكلم على الأمن والاستقرار تحديدا هنا أستاذ جمال لا يمكن أثبتت التجربة بأن عدم استقرار القرى الأفريقية يؤدي أيضا إلى عدم استقرار أوروبا ككل بسبب تصدير يعني كل ما يحدث في القرى الأفريقية ليس ببعزل تماما عن القرى الأوروبية لكن الأواهر نحن نتكلم هنا بعيدا بقى على فكرة مشاركة ومساعدة الدول يعني ألنامية في القرى الأفريقية عاوز نتكلم على ملف في غاية الأهمية وأصبح هو حديث العالم ككل وهو ملف الصحة كيف يعني من الممكن أن تساهم هذه القمة في الظهوض بهذا الملف وتطويره وتحديدا أزمة كورونا ممكن هذا الملف من أحد أولويات هذه القمة بنتكلم على عنوان أبرز وهو دعم المنظومات الصحية في القرى الأفريقية وهنا منتكلم على أن منظومات الصحية في القرى الأفريقية منظومات للأسف هشة ورغم تعرض القرى الأفريقية ودوالها لكثير من الأوبئة والأمراض خلال العقود الماضية إلا أنها لم تستطيع بناء منظومة صحية قوية وبالتالي إذا كنا نتحدث عن جائحة كورونا يجب أن يكون هناك عدالة سريعة ومنجزة في توزيع اللقاحات بشكل سريع لأن أنت بتتكلم في الآخر أي تأثير سلبي في القرى الأفريقية سوف ينعكس على حتى الاقتصاد الأوروبي لأن في الآخر دسوء فيه أكثر من مليار مستهلك فإذا ضعف هذا السوق ولم يستطع أن يشتاقي أن يقوم بالشراء وقواته الشرائية ضعفت بالتالي سوف ينعكس الاقتصادين على أوروبا وبالتالي من مصلحة أوروبا على فكرة أنها تساعد المنظومات الصحية في القرى الأفريقية دعم المنظومات سواء عبر أو خلال جائحة كورونا وأيضا توطين صناعات اللقاحات يمكن مصر هنا منتكلم عن تجربة رائدة والآن أصبح لدينا فكرة توطين تصنيع اللقاحات ويمكن مصر الدولة الأفريقية الآن الوحيدة والتجاة لقاح لنا والأفريقية بالضبط تساعد أفريقيا بدورها بالضبط عشان كده وإحنا نتكلم عن قمة الأفريقية الأوروبية نتكلم دائما على مصر هتلاقينا بنرجع نقول أن مصر عشان كده لما نقول مصر حلقة الوسط الأقوى والجسر الآمن ما بين الشراكة الأوروبية والأفريقية هذا ليس من فراغ ومصر قدمت نمازج كبيرة جدا وقبل حتى أن تمد يد العاون الأوروبية إلى القرى الأفريقية مصر قدمت يد العاون في مجابهة كورونا وبالتالي دعم المنظومة الصحية أمر مهم جدا وأعتقد أنه من أحد أولويات هذه القمة وهنا الرؤية المصرية حاضرة سواء كانت من قبل في القمم التي حضرها السيد الرئيس عبر الفيديو كونفرنس سواء في القمة العالمية للقاحات أو حتى في قمم التحديد الأفريقي وجدنا القهيدة السياسية تتحدث عن عدالة توزيع اللقاحات وأهمية توفرها لشعوب القرى الأفريقية طيب أستاذ جمالي أخيرا توقعتك لمخرجات أو قراءتك ماذا قد تكون مخرجات هذه القمة يمكن هناك حديث عن تقريبا 170 مليار دولار حزمة اقتصادية جديدة استثمارية للقرى الأفريقية من قبل الاتحاد الأوروبي وهذا رقم جيد ولكن يجب أن يوجه للتنمية المستدامة وخدمة أجندة أفريقيا 2063 لأن هذا هو الأهم أيضا أنا أعتقد أن النظر لموضوعات زي دعم المنظومة الصحية تصدي لظاهرة الإرهاب المتنمية الآن في منطقة الساحل والسحراء والقرن الأفريقي أيضا قضايا مهمة جدا وغيرها طبعا من الأمور المتعلقة بالرقمنة والشمول المالي والطبع النظيفة وهي بالفعل لموضوعات موجودة على أجندة القمة يتبقى أن نقول أن مصر بالفعل هي الرقم الأهم ومحقاته الدولة المصرية من تنمية ومن ربط حتى ومشروعات قرية خلال السنوات الماضية يخدم أهداف هذه القمة بالتحديد لأننا نتكلم على مشروعات قرية المصر يتقوم بها بمشروع طريق القاهرة كبتاون واسكندرية فيكتوريا والربط الكهربائي مع الدول الأفريقية والربط السيكاكي مع الدول الأفريقية ومنطقة تجارة الحرة ومنطقة التجارة الحرة بالضبط ومصر أطلقت تجارة الحرة قليل رأستها للاتحاد الأفريقي ده طبعا غير وكالة الشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية ومركز تدريب الدول الخاصة بيئة الساحل والصحراء لمواجهة الإرهاب وغيرها من الأليات على الاتحاد الأوروبي أيضا أن يستغل هذا المجهود المصري وهذه الأليات المصرية التي أصبحت فعالة ومؤثرة في استقرار القرى الأفريقية ويتم البناء عليها في هذا التعامل كلام حضرتك ده كله بيأكد حاجة واحدة فقط أن السياسة الخارجية المصرية هي سياسة قائمة على مفهوم جديد مفهوم يحمل الخير لكافة دول العالم وباستثناء القرى الأفريقية تحديدا وأيضا أمام قمة تحمل رؤى مشتركة في تعزيز أجندة التنمية المستدامة 2030 الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الخارجية بنشكر حدك فنم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر شكرا لحضراتكم وكنت سعيد جدا أنا معك شكرا لك شاهدين خلصت حلقتنا النهاردة كنا مع حضراتكم على مدار ثلاث ساعات وكمان يعني يا رب نكون قدرنا ناخد تعليقات على قد ما نقدر على سؤال حلقة النهاردة وسعداء جدا بمشاركتكم معنا إن شاء الله بكرة صباح الخير يا مصر يكون معاكم في الاسر معد يعني ما فيش كلام معد اللي قلتي بنشكر حضراتكم يا رب نكون يعني ضيوف خفاف عليكم على الصبح صباح الخير على حضراتكم صباح الخير يا مصر اشتركوا في القناة